بعد أن مد إيادة صداقة لسنوات وكان على عتاب زيارة قريبة إلى تل لبيب أردوغان يكسر صمته الذي استمر أسابيع تجاه الوضع في غزة إسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب منذ 22 يوماً والآن يا إسرائيل سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب ونقوم بالتحضير لذلك أردوغان ظل محتفظاً بسياسة التوازن الحذر لثلاثة أسابيع سعياً للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة دون أن تتكبد أنقرة خسائر سياسية وفق مراقبين نتعاون مع السلطات المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما أننا نواصل اتصالاتنا بشكل مكثف لإيجاد مخرج للأزمة خاصة إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين أما إسرائيل فقد ردت باستدعاء دبلوماسيها من أنقرة ووصفت تصريحات الرئيس التركي بالقسوة وعليه فأن تل لبيب ستقوم بإعادة تقييم العلاقات ومع تباين أسباب التصعيد بين تركيا وإسرائيل على مدار سنوات إلا أن هناك عاملاً مشتركاً لم يتأثر في أي مرحلة وهو التعاون الاقتصادي وفق صحيفة جيرزاليم بوست التشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري حقق نمواً بأكثر من 52% في الفترة بين عامي 2013 و2021 فيما سجلت الصادرات التركية إلى إسرائيل العام الماضي مستوى قياسياً بلغ 6 مليارات وأربعمائة مليون دولار فيما حققت الواردات أكثر من ملياري دولار تصريحات أردوغان إذن تصطدم بحقيقة قوة العلاقات التجارية بين البلدين والتي تكون عاملاً رئيسياً في أي محاولة لإعادة تقييم العلاقات بين البلدين ترجمة نانسي قنع